طيب إحنا من ريحة الأكل الطيبة حنتكلم على يمكن ريحة العطور يمكن كل شخص عنده العطرة المفضل اللي يناسبه وبيكون زي ما يقوله السيجنتر حقه حتى وقت نعمل ميكسر مع العطور اليوم مع إبراهيم العقيلة حنشوف إيش نقدر نحط مكونات العطر فرش يناسب أجواء الصيف الحارة ونقدر نهديه لشخص حتى مقرب مننا فأنا حروح لإبراهيم حجيكا حرجالك بعد شوية هلو يا صباح الخير يا إبراهيم يا صباح النمو رأه أشمل العطور من هنا أيها الله الله نمورتنا مرة ثانية إسلامين الله يطرح ورحين صديقة البرنامج الصراحة ودائما يدينا عطور يعني سار عندي في البيت كل أشمل عطورك والله من جد شكرا لك أول شيء أنت مجهز لنا شيء بس لفصل الصيف طبعا نحن لما نتكلم في فصل الصيف نتكلم عن الرواحة الفرش المنقشة لأن يكون مثلا نسبة ثباتها فوحانها فترة طويلة في فترة فصل الصيف لأن مثل ما أنت عارفة الجو الحار يطلب أن العطور يكون مركز في تركيز عالي لأن الحرارة بتأثر على العطر صح وشو ما كانت جودت يعني العطر فاليوم رح نتكلم في أحد المكونات التي ترمز للصيف الليمون الليمون أيوة رائحة الليمون أنا شو كده لبست أصفل إيش كمان طيب غير الليمون كشيء أساسي نفس ما أنت عرفتي الرواحة الفرش اللي هي مثلا المنقشة مثلا عندك الرواحة الورود باقي الخلطات اللي هي يعني خفيفة تكون في فترة فصل الصيف عشان مثلا مثل ما أنت عارفة أحيانا بعض الأشياء تأكس أو تختلف رائحتها الأسوأ في الدرجة حرارة يعني درجة حرارة الصيف أوكي فاليوم رح نسوي خلطة خاصة طيب بي الله منعشة ناس ما يقولون بالليمون نعم بالليمون إيش هنخلط مع الليمون عشان نصير ريحة عطر لأنه أنا لما تقول لي ريحة الليمون أتذكر هذا العطر اللي كنت حطت حق ناموس عشاني عارفت كيف فاليوم نبغى نسوي كذا أنه ريحة فرش وأقدر أطلع فيها يعني نعم أنا ليش قلت الليمون لأن القاعدة الأساسية حق العطر هي رح تكون الليمون أوكي لأنه إحنا ما نتكلم في كل عطر في بداية وقلب وقاعدة فالقاعدة هي رح تستمر لفترة أطول لأن القاعدة الأساسية هي أن تكون يعني نهاية العطر يعني لفترات طويلة رح تدوم وتفوه بإذن الله يلا نشوف أنا اليوم جهز خلطة مميزة بإذن الله تناس في فترة فصل الصيف هي الخلطة جاهزة ولا سنخلطها سوا أنا بجهزها ليش لأنه يحتاج لها وقت عشان تجهز الخلطة هذه أول شيء الزجاجة طبعا مثل ما انتعارفها العطر نبتدي من التحت لين فوق لأن كل شيء لازم يكون نسبة وتناسب عشان نعرف نسبة المقادير أو نسبة التركيز ما أنه اللي رح نضاعف الخلطة هذه كميل الكمية أنا عندي رح أحط تقريبا 15 غرام عشان نسوي التركيز العطر عالي لنسبة 30% نسبة تركيز العطر 30% عشان يكون مناسب في فترة فصل الصيف يعني يثبت ويفوح لفترة طويلة يقاوم الحر فهذا انت قلت لي أريد خلط جاهزين هذي مو الليمون صح؟ أيوة فيها عدة مكونات فيها مثلا نسبة بسيطة من رائحة الورود بس ما رح تكون واضحة في الشم بعد يعني بعد نص ساعة ما رح تكون واضحة في الشم لأنه هي في مقدمة الأطر وفي الوسط بس أعطيني يعني إش المقادير زي ما يقولوا حق العطر المقادير ما قلت ليش فيه نسبة من الورود في نفس ما تقولين رائحة الليمون أنا مركز عليها بشكل كبير جدا ليش عشان تأطي ثباته فوحان عالي أوكي وفي دراسة طبية يعني نشرت تقريبا في سنة 2008 أن رائحة الليمون تحتوي على مادة سمها الليمونين هذه المادة تساعد يعني سبحان الله في تخفيف يعني يعني الرب والأمور هذه لما يستنشقها الإنسان نعم لكن الليمون الطبيعي ليس العطر يعني يتركه في رائحة الليمون هي عرفتي رائحة الليمون إحنا الحين وصلنا 10 غرام باقينا 5 غرام عشان نكتمل أو نكمل الأطر معنا 15 قد نصر 15 عشان نسوي نسبة تركيزة عطر 30 بالمئة طب خلينا بس نذكر مشاهدينك إحنا دامنا نسألك هذا السؤال كثير إبراهيم بس كيف نحافظ على العطر خاصة في فصل الصيف يمكن الحرارة تزيد الحين أنت عارفة في فترة فصل الصيف عدو العطر الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة لا خلاص ما نشتري عطور في دبي كثير من الناس تغلط غلط كبير جدا أن تحط العطر في السيارة وهذا أكبر غلط لأن الجزئات اللي في العطر كلها مع الحرارة رح يفقدها العطر رح يفقد الفوحان رح يفقد الانتشار سرعة الانتشار هذه الأمور فبعيدا عن الأشياء هذه لازم تحافظ على عطرك في فترة فصل الصيف وفي ناس تقول طفا نحطه يعني يعني العطر دم أنه مثلا ثابت فوح فيه طريقة حلوة فيه طريقة حلوة ممكن ننصح فيها الناس تقدر أنت تتعطر العطر نفسه اللي ترش على مفسك ترش على الجسم وبعد ما تلبس الملابس ترش على الملابس في هذه الطريقة رح يكون العطر ثابت وفوح لفترة أطول لفترة أطول في فترة فصل الصيف أنا صراحة عادة لما أشتري العطور لو في عطر مرة أحبه أشتري هذا الصغير اللي هو 15 ملي يكون قد كذا صغره وهذه يحطها في الشنطة على أساس أنه لو كنت مثلا طالع مشوار طويل ولا حسن أني أطلع وأدخل كم مرة يسر أبوخ منه وعمل رفرش زي ما يقول هذا الشيء ممتاز لازم الآن خلصنا من الخلطة رح نضيف الكحول الكحول في عدة أنواع من الكحول أنا دائما أستخدم كحول نقي جدا يعني توصل لنسبة النقاوة من 96 إلى أعلى ليش؟ لأن الكحول هو العامل الأساسي نفس ما تقولين العامود الفقري للعطر كل العطر يعني إذا مثلا تبغي تكون هي معادلة كويسة لأنه إذا كان نسبة الكحول كثير عالية تحس أنه تحط معقم يعني ريحة معقم صحيح بس لكن في معلومة أنت قلتها كلام صحيح 100% الأطر كل ما زادت نسبة تركيز ترى راح تقل نسبة الفوحان لازم يكون بنسبة معينة حسب المكونات اللي أنت تخلطها حسب كل مكون أنت تخلطها تمام حين خلصنا من ال راح ناخذ حين هذه العطور عادة يعني مثلا إحنا زوناها زي كذا على طول مثلا تقدير تبيعها ولا لازم مثلا في اختبارات معاية؟ لا أي أطر في كثير من الناس مثلا ما تعرف أن هذا الأطر يمر في مراحل في مراحل في الصناعة خط الإنتاج يسمونا كل أطر يحتاج لفترة معينة لازم يكون مخمر عشان تكون الخلطة جاهزة للبيع أقل شيء تقل يعني 21 يوم أقل شيء 21 يوم ولازم يكون الأطر مبرد بنسبة برودة تحت الصفر يا الله أيوة تحت الصفر لأن سبحان الله لأن سبحان الله في بعض المواد لا تتفاعل إلا في برودة تحت الصفر إذا كانت الخلطة موجودة من كوناتها من مواد طبيعية تحت الصفر رح تتفاعل وتكون تحطي قوة بشكل غير طبيعي بعد ما نخلص هذه الأشياء شو نسوي إذا الأطر في شوائب رح نسوي فلتر للأطر بالكامل وبعدها يكون الأطر جاهز للبيع للبيع أوكي تمام إحنا تقريبا خلصنا بإذن الله تعالى فهذا يحتاج 21 يوم أو أموري تمام؟ لازم لازم كل أطر نكبس نتقفل عليه نعم أيها ما شاء الله نحن جاهز الأطر لا لا ما على الورق يلا ورد يضع الأطر لكنه يختلف فعلا ريحة البرفوم على الورق أو على الجطر لازم سبحان الله كل إنسان تفاعل في نسبة الأطر يجنن فيها ورد شوية أيوة كمون صحيح صحيح ما شاء الله أنت كل مرة ما شاء الله تكتشفين المواد التي موجودة في الخلطة ليمون وكمون وفي ورد يمكن فل أو ياسمين نسبة من الورود بسيطة لكن لا تختفي بعد نص ساعة ممكن تختفي رائعة صراحة الريحة شكرا لك والله إبراهيم أعطيك العافية وهذا يعني حلو صراحة الواحد أنه هو يعني يصمم عطره زي ما يقوله نعم أو يهدي شخص عطر مميز لهو نعم شكرا لك يا تك ألف حافية